تعالوا بقى ندخل على الموضوع المهم اللي انا عاوز بقى اتكلم فيه معا حضراتكم كده والصحصحولي دماغكم معايا صفقة نيوم والكابتن حسين لبيب بيحبط اكبر مخطط مش عايز اقولك فيه تاريخ الزمالك مش عايز اكون مبالغ يعني صفقة نيوم كانت كبري للأهلي نيوم كان هياخد اللعيب و هيعمله كبري للأهلي طيب ايه اللي حصل تعال احكي لك القصة من البداية نيوم عارف او تم اخباره بحالة نادي الزمالك نادي مديون مدفعش مستحقات لعبته عاوز يجيب صفقات جديدة عشان عنده سوبر افريكي والسكواد بتاعه مش افضل حاجة عنده هرمات عنده مستحقات لعيبة مدرب مستحقات متأخرة فالزمالك محتاج فلوس نيوم استغل حب والد زيزو للمال بشكل كبير بيحب الفلوس حبا جما هذا الرجل بدأ نيوم يرمي خيوطه ويرمي الشباك بتاعته للزمالك و لوالد زيزو حلو حلو بدأ نيوم يتفاوض مع اللاعب قبل السوبر الافريكي ليه عاوز اللاعب مالعبش مع الزمالك السوبر الافريكي لانهم عارفين ان زيزو هو نجم الجيل الحالي يعني السكواد اللي موجود في الزمالك ده زيزو هو النجم بتاعه فهم عاوزين اللاعب ما يكونش موجود في السوبر الافريكي وعاوزين يفقده الزمالك اللاعب قبل السوبر الافريكي وفي نفس الوقت عاوزين يعملوه كوبري للاهلي لان الكولر كان بيقول في حديث من الاحاديث بتاعته طبعا المترجم بتاعه طالع قبل كده قال ان الكولر كان بيعمل حساب زيزو كاكسر لعب الزمالك في الجيل الحالي خطورة تمام تمام فهم مش عايزين يزعلو الكولر استاذ محمد عبوهاب قبل كده عضو مجلس الراق قالك اللي زعل الاهلي يحرم عاوزين يعملوه لازم يمشي يعني بدقوا تفاوضوا مع اللاعب قبل السوبر الافريكي ودخلوا من المدخل اللي قلت لكم عليه والد زيزو بيحب الفلوس قوي والزمالك ظروفه صعبة بدقوا يعرضوا على الزمالك خمسة مليون دولار ثم وصل الرقم لخمسة ونصف مليون دولار وكمان زاد لستة مليون دولار وده اللي الناس متعرفوش بدقوا يعرضوا على اللاعب راتب خيالي ثلاثة ونصف مليون دولار صافي درايب مية وتمانين مليون جنيه في السنة عقد المدة مسيمين مش ثلاثة ليه ما عرفش هقول لكم دلوقتي بدقوا يقدموا العرض بدق الكابتن حسين لبيب يدرس العرض وبدق الكابتن حسين لبيب يتكلم مع أضاء مجلس القدرة قال لهم أنا حاسس مش مرتاح الزمالك طبعا كان موافق وزيزو كان موافق وأبو زيزو كان موافق والقصة كانت بتخلص وكان زيزو هيتباعه وكان الزمالك هيجيب بفلوس زيزو أكتر من 7-8 صفقات دي معلوم وكان أشرب بنشرقي واحد منهم وكان صديق أجولة كان ممكن يجي وكان أشرب بنشرقي يلعب في اليمين أو يلعب مهاجم وصديق أجولة في الشمال واللي اتنين أصلا بيلعبوا في الجانب الأمامي بشكل كويس وكان هم هيجيبوا مهاجم أفريقي قوي بيلعب في أسيا كل ده كان هيحصل لو زيزو كانت باعة فهم الكابتن حسين كميرات بلكتب وزيزو كميرات بأنه هو ماشي بدأ الكابتن حسين يدخل في اجتماعات زون ميتنج بنفسه مع مسؤولين نادي نيوم بعد ما خلص الاجتماعات بقى يرجع لمجلس إقدارة يقول لهم أنا مش مرتاح في حاجة مش مريحاني في حاجة مش مطمناني بيقولوله في ايه بيقولهم معرفش أنا حاسس من كلامهم إن الولد هيروح كبري للأهل فأنا مش مرتاح لهم فتم عرض اقتراح قالوا له طب ما نحط بنت يسمح إن لو نيوم هيبيع اللعيب داخل مصر لغير الزمالك نيوم يدفع شرط جزائي خمسة مليون دولار بدأ الكابتن حسين لبيب يعرض عليهم الكلام ده بتوع نيوم لقلقه الأصل ومش أصل والحكاية والرواية بدأ الكابتن حسين لبيب يعرض عليهم كمان بند آخر إن لو نيوم باع لنادي تاني والنادي التاني ده باع لداخل مصر غير الزمالك برضو نيوم يدفع خمسة مليون دولار أو نيوم يشترط على النادي التاني ده اللي هيبيع زيزو لحد غير الزمالك في مصر إنه يدفع خمسة مليون دولار يعني الزمالك اشترط على نيوم إن نيوم لو هما اللي هيبيعوا لداخل مصر غير الزمالك يدفعوا خمسة مليون دولار ولو هم هيبيعوا يزيزوا النادي تاني يحطوا البند داني النادي التاني ده يدفع خمسة مليون دولار للزمالج في حالة بيعزيزوا لأي نادي غير الزمالج فبدأ الكابتن حسين لابيب يتكلم معهم عن طريق الزوم ميتي الكابتن حسين لابيب نفسه عن طريق الزوم ميتي وعرض عليهم العرض ده بدأوا يتهربوا وبدأت الصفقة في طريقها للفشل بدأوا يقولوا للكابتن حسين لابيب لأ الشؤون القانونية عندنا رفض الكلام ده ومش هيوافق طيب ما نشيلي البند ده ونديك الستة مليون دولار كاش خد بالك كابتن حسين لابيبقال لهم لأ فقالوا له ده اللعيب هيمشي في ري في يناير قالوا بلأ هناخده في ري في يناير ويوقع معنا في ري في يناير هم قالوا له كده قالوا له احنا متفقين مع اللاعب انه لو ما وقعش دلوقتي كي الكلام اللي انا بقوله ده معلومة قالوا له احنا متفقين مع اللاعب لو ما وقعش دلوقتي هيوقع في يناير في ري هناخده في ري في يناير قال لهم لأ يمشي في ري في يناير هو حر ولكن ما بقى شانا اللي بيعته وما بقى شانا مشارك في الكبري زي ما حصل قبل كده في الكبري امام عشور بدأت الصفقة بوز وبدأت الصفقة تتعطل والكلام من هذا القبيل طيب نيوم كان عارض على زيزو انه ياخده سنتين السنة بتلاتة ونصف مليون دولار ليه سنتين؟ هما في السنة دي اللي جاية هما في الدوري الدرجة التانية عاوزين يعملوا سكوات كويس عشان يصعدوا لدوري روشن الدرجة الأولى السعودية الممتاز بعد ما يصعدوا هيستغنوا عن كل الأجانب بما فيهم زيزو وهيبدأوا يجيبوا لعيبة على غرار يعني كريم بن زيمة وكانت اللعيبة العالمية اللي بيجيبوا في السعودية عشان يوم عاوز يدخل مع العلال والنصر والأهل السعودي والكلام اللي هو الجامد ده فطبعا هيجيبوا لعيبة عالميين فمش يكون فيه مكان لزيزو كلاعب أجنبي تمام تمام فهما ده هما كانوا هياخدوا زيزو أول سنة والسنة التانية يروحوا محولينه كبري على مين على الأهل مين اللي في الموضوع ده انتو عارفين هو مايستر الصفقة دي بعد ما الصفقة فشلت الزمالك بلغهم قال لهم ده الشرط اللي عندي يعني انت زمالك هناخدوا فري هيديع عليكم ستة مليون دولار ركبت الحسالي بيبقى لهم يديع ستة مليون دولار مش هشارك في الكبر ده وعصر الكباري بالنسبة لي انتهى في الزمالك طول ما انا موجود في الزمالك بدأ يطلع واحد زي وليد الفراج مبارح بيكلم على نات الزمالك بشكل مش كويس يقول لهم انتو لطلطوا بلا حشام ولا عنا بالمملكة انتو يعني ده كله بتعملوا عشان لعيب يكون موجود عندكم في مباراة السوبر ده هتعملوا ايه انتو كده كده هتتغلبوا في مباراة السوبر ده الاهل داخل مع الحرب العالمية التالتة وانتم داخلين بمسدسات مية ولما لقى ان البوست قالا بالدنيا شالوا ورجع قالك انا ما قلتش كده انا غلبان انا كويس فحتى وليد الفراج الاعلامي الاهلاوي متدايل اكيد كان عارف ان الكبري بيتدبر فلما الزمالك احبط المخطط ده بدأ وليد الفراج الحزن ينتبه متدايل متدايل انه وزعلاء طيب يعمل ايه نادي نيوم بعد ما الصفقة فشلت وبعد ما كابتن حسين لبيب احبط المخطط ده بدأ نادي نيوم عاوز يعمل يضرب عصفورين بحجر واحد بدوا يتكلموا في بيرسي تاو مع الاهلي هل بيرسي تاو بيمر بافضل حالاته مع الاهلي لا بيرسي تاو بقالوا الموسم ده مستوى سايق جدا مع الاهلي وفي مشاكل دايما مع كولر وبرسي تاو العيب كويس ولكن المشاكل ابعدته عن تركيزه الموسم ده دخل في صراعات كتيرة مع كولر فبيرسي تاو ملعبش كتير السنة دي فاني يوم عاوزوا عاوزوا ليه عشان يضرب عصفورين بحجر واحد اول حاجة انه يكيد الزمالك انتو بقى مدتوناز زيز طب احنا اخدنا بيرسي تاو هو الاهلي هيستفيد بفلوس الحاجة التانية انه هم عاوزين يفضوا مكان للاهلي في القايمة بتاعت الاجانب لان بيرسي تاو ما كانش عاوز يمشي ولو كان هيمشي قال للمسؤولين الاهلي انا همشي فريه ومسؤولين الاهلي بيفضوا مكالمين لمحمد بن رمضان اللي بيقترب بشدة من الاهلي ولكن مالوش مكان اجنبي فبيمشوا بيرسي تاو عشان خاطر يبقى ملي موجود محمد علي بن رمضان طب بيرسي تاو هيمشي فريه لا نيوم يساعد الاهلي انه ياخد بيرسي تاو ويدي الاهلي تلاتة مليون دولار هنفضي لك مكان وهنديك تلاتة مليون دولار تعود بقى يحيي عطيات الله وتعود اشرف داري وتعود اللعيبة الحلوة اللي عندك دوله وبالمرة نقول للمسؤولين الزمالك شفته هو الاهلي استفاد بالفلوس اللي انتوا كنتوا هتاخدوها فتعمدوا كيد نادي الزمالك طيب وقفادوا الاهلي طبعا بثلاتة مليون دولار طيب وكمان هم طبعا بيفضوا مكان الاهلي عشان محمد بالرمضان عشان يلعب قصاد الزمالك في السوبر ده رقم واحد رقم اتنين تعال اقول لك حاجة كده خارج السياق وهنرجع لها تاني معلومة الزمالك اتكلم مع هنابوريدا من اسبوع عشان خاطر يكلم الكاف انه يفتح شوية يمد القض الافريكي لغاية يوم 15 هنابوريدا تواصل مع مسؤولين الكاف رفضوا الكابت الخطيب تواصل مع احد الاشخاص اللي عندهم جنسية عربية عن طريق وسطاء هم عاملين انه هم زعلانين انما هم مش زعلانين عن طريق وسطاء وهذا الوسيط بلغ الراجل العربي الخليجي قال له الكابت الخطيب بيقولك عاوزين نمد القض شوية الافريكي بتاع كاس السوبر ليه عشان خاطر محمد علي بن رمضان مخلصي والوقت ديق وعاوزين محمد علي بن رمضان يلعب معنا كاس السوبر الافريكي وانت راجل اهلاوي يا عم الخليجي وانت راجل اهلاوي وكلمتك مسموعة في الكاف بدأ هذا الوسيط او بدأ هذا الشخص الملعاشق للاهلي الخليجي جنسيته دولة عربية بدأ اتكلم مع الكاف وانتو عارفين نفوزه كبيرة بسم الله مشا الله معه فلوس كتير يعني نفوزه في الكاف هي كبيرة بتليفون كلمهم اجلوا القيد اه لمدة اتناشر يوم لغاية يوم اتناشر تسعة سمعوا كلامه في الكاف ومسمعوش كلام هاني بريده تعارفين كل حاجة بتخلص بايه الجنيه غلى بكرنيه بدأ التأجيل يبقى اليوم اتناشر عشان محمد علي بن رمضان هتقول لي طب ما الزمالك استفاد مش بقدر استفادة الاهلي الاهلي عارف ان الزمالك مهما هيجيب انا لو هفتح لك القيد لغاية عشر سنين انت اصلا معكش فلوس تجيب حد فابرحتك انما انا اللي هستفيد اكتر بمحمد علي بن رمضان اللعيب اللي انا عاوز يكون موجود معايا مع اشرف داري ويحي عطيته الله يدخله في نادي الزمالك معنويا هو الاهلي عاوز يكسر الزمالك معنويا في البطولة دي فتمت الاستجابة لمطلب الاهلي من حبيبهم بتاع ابغي جون الراجل الخليجي اللي هما بيحبوه تمام تمام هل الموضوع خلص لغات كده لا نيوم بيحرد زيزو على ايه تعال اقولك نيوم بيحرد زيزو على ايه نيوم بيحرد زيزو على التوقيع مجانا في يناير القادم ما تجددش للزمالك وجدد في يناير القادم وطبعا الكلام ده عبر والده وعبر حازم فتوح بالمناسبة هو حازم فتوح ليه كان موجود في مفاوضات نيوم مش هو واكيد نيوم؟ طب ليه كان موجود في مفاوضات الزمالك مع نيوم؟ وليه مش موجود في مفاوضات نيوم مع الاهلي؟ سؤال نيوم بيتفاوض مع الاهلي بشكل مباشر مسؤولين نيوم مع امير توفي وكانهم قاعدين امبرح في فندق على النيل العصر بعد صلاة الجمعة كده بساعة وبساعتين ليه كان حازم فتوح موجود هنا مع الزمالك ومش موجود مع الاهلي؟ ما يجرؤش يدخل المفاوضات دي انما هو جدع يدخل مع الزمالك وده برضو كلمة تده للكابتن حسيل لبيب يعني طيب نيوم بيعمل ايه؟ بيخلص برسي تاوي زي ما انا قلت لكم هل هو نسي زيزو؟ لا هو برضو عاوز ياخد زيزو من الزمالك ولكن في ري في يناير القادم بدأوا يحرادوا والد اللاعد وبدأوا يتكلموا اني ما تمضيش مع الزمالك عشان هناخدك في ري في يناير والتلاتة ونصف مليون دولار اللي كنا هندهم لك في الموسم وكنا هندز زي ملك خمسة مليون دولار الخمسة مليون دولار يتوفروا مش هندفعهم فاحنا ممكن ناديك رقم يتخطى التلاتة ونصف مليون دولار اتقل اني ممكن يوصل الاربعة اربعة ونصف مليون دولار للعيف في السنة الواحدة تخيل الرقم هيبعمل ازاي؟ هيتخطى الميتين مليون جنيه فبدأوا يحردوا اللعيب ما احنا كده كده مش هندي خلاص احنا وفرنا الخمسة مليون دولار بتوع الزمالك ساعتها بقى لما يوقع في يناير خلاص الزمالك كده كده عارف ان اللعيب يمشي في ريه هيترمل الزمالك عظمة والله يخد مليون دولار ويسيبهونا في يناير اللي جاي احنا خلاص وقعنا معاه وكده كده هيمشي اخر السنة هتاخد مليون دولار عشان يباقي اسمك مطلعتش من البيع بلاحومس كده زي ما بيقوله ده اللي هيحصل في يناير اللي جاي وبيضغطوا على اللعيب واللعيب معروض عليه من الزمالك سافي 60 مليون جنيه ورافض حتى الان ممكن يجدد بكرة ممكن انما هو معروض عليه سافي 60 مليون ورافض مش راد يجدد هل عشان الموضوع يوم ده الله اعلم هل ممكن يجدد الفترة اللي جايه الله اعلم بكرة مقدرش يقولك اللي هيحصل بكرة ده بتعربينا لما انا بقولك اللي حاصل النهاردة ومبارح فبدأوا يعرضوا على اللعيب انه يوقع ب4 و4 ونص مليون دولار في يناير القادم طيب هل الموضوع خلص لقد كده بتعزيزه بس لا الله يا عم محمد في ايه تاني هقولك في ايه تاني بدأ الزمالك يدخل في بص الدربة بقى التانية غير دربة زيزو بدأ الزمالك يدخل في مفاوضات مع نجم المغرب ونجم الرائد السعودي كريم البركاوي الهدف التاريخي للرائد السعودي في المملكة السعودية بدأ نادي الزمالك يخش في كريم البركاوي وتفاوض معاه خلص معا الأمور المالية والمادية و3 سنين تعاقد وقصة خلاص واللعيب وتذاكر الطيرانات بعتت له وتأشيرة بعتت له وقصة خلصت خلاص مع كريم البركاوي ولكن عيب نادي الزمالك الأزلي والتاريخي أني نادي الزمالك بيعمل ايه ايوه بيمط في المفاوضات بيتأخر في المفاوضات بدأت الموضوع رحته تنتشر بدأ الموضوع يطلع للنور فبدأ نفس المسؤول السعودي بتاع أبغي جون نفس المسؤول السعودي اللي بيكره الزمالك وراجل أهلاوه مش عاوز يشوف لعيبة كويسة في الزمالك في ماتش الصبر الأفريكي بدأ يعمل ايه؟ بدأ يكلم مسؤولين الرائد السعودي جددوا التعاقد مع كريم البركاوي بالأمر المباشر الله ده احنا أصلا الرائد السعودي مستغني عن كريم البركاوي فري ده اللي انت مش واخد بالك منه الرائد السعودي استغنى فري عن كريم البركاوي خلاص مش عاوزه فالزمالك لما لقى اللعيب فري خلص معه كل حاجة جات الرسالة أو المكالمة ليه مسؤولين الرائد السعودي خلصوا مع اللعيب تاني اللعيب مايروحش الزمالك بأي رقم بأي رقم اللعيب طلب فطبعا الزمالك عرض على اللعيب يعني 600-650 ألف دولار بدأوا يتكلموا مع اللعب في أكتر من 2-3 مليون دولار عشان خاطر ما يجيش الزمالك بسبب نفس الشخص اللي بيحارب نادي الزمالك قبل السوبر الأفريقي ومش هيسيب نفس السوبر الأفريقي فتكروا الكلمة دي بدأ نادي الرائد السعودي يتواصل مع اللعب بدأ اللعب الله أعلم بقى والده ومش والده بدأ اللعب يتهرب من نادي الزمالك بعد ما كانوا مستغنين عنه بدأوا يفاوضوا تاني ويه هيجبوه يا سبحان الله محلوش هلا لما جي الزمالك أو تفاوض مع الزمالك يعني فده برضو بسبب تباطؤ مجلس دارة نادي الزمالك اللي لو كان خلص مع اللعب ومضى والخبر انتشر خلاص يا باشا اللعب مضى وبقى بتعين مش عاوز تلعب معايا خلاص هروح للفيفا وتدفع لي تعويض بقى محترم ده بسبب تباطؤ نادي الزمالك لازم نادي الزمالك اتكلمت مرة واثنين وثلاثة عشان كنا بقول لكم يدعموا الصوت بتاعنا لازم نادي الزمالك يخلي باله من ثلاث أمور مهمة قبل السوبر الأفريقية رقم واحد يا فندم اطلب حستك في التذاكر نص الساعة بتاعت الملعب بالكامل الساعة بتاعت الملعب كامل اطلب عشرين الف وانت بيعلي الجماهير براحتك او تضمن ان العشرين الف دول هيتباعوا الجمهوري الزمالك مش لجمهوري الاهلي ده رقم واحد نص الساعة بتاعت الاستاد يا فندم تأكد ان نص الساعة دي هتروح لجمهوري الزمالك رقم اتنين يا فندم تطالب بحكم طاكم تحكيم عالمي لهذه المباراة لازم الزمالك يطلع بيعلي كده رقم تلاتة يا فندم تطالب بتطبيق تقنية الفار اللي بتطبق في السعودية في الدور السعودي دور روشن السعودي اللي يبطعت الخطوط الحديثة اللي في سانيتين بتجيب لك الكورة عدت ولا ما عدتش ضرب الجزاء ولا مش ضرب الجزاء التقنية العالمية دي في ساعتها لان كان قبل كده ساعة ايه ما مشهور قعدنا خمس دقايق والباشا مسك التليفون وقعد احسبوا احسبوا انا زعلانوا وصارف فاهميني فلازم الزمالك يطلب التلات حاجات دول حتى لو ما حصلوش او هم ولكن لازم الزمالك يطلع كل مسرح انا واخد بالي وعارف انتم هتعملوا فيها ايه لا حتى لو حد عاوز يعمل حاجة يخاف لو حد عاوز يعمل فيك حاجة 100% هيعملها 50% فتبقى انت برضو كسبت معنوية لان دي حرب معنوية مش هيسبوك اتمنى من الكابتن حسيل لبي بيخلي باله الفيديو ده مهم جدا بعد اذن حضراتكم يا ريت الفيديو ده يوصل الى من يهمه الامر ساعدت جدا بيكم وان شاء الله هنتقابل دايما على خير وصحة ويساعدة احنا الاشتراك في القناة وقوموا اللايك استفضعكم عند الله شوفكم على الخير ان شاء الله بإذن الله والسلام عليكم معرفة السلامة شكرا